باسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله ان شاء الله اليوم نشرح موضوع الكونتكست مادة اللغة المرحلة الرابعة وكذلك رح يعني المواضيع رح نتناولها بهذا الفيديو هي الكونتكست أو سمونا كو تكست يعني النص المرافق وكذلك كلمات حينما تكون خارج السياق ورح نعرف شنو خارج السياق وكذلك words in the context وكذلك إذا كانت داخل السياق وكذلك types of the context وأنواع السياق طبعا بالنسبة للسياق أو الكونتكست أو الكو تكست مثل ما ذاكر اللي هو word it is is that set of other word used in the same phrase or the sentence إذن السياق linguistic context is sometimes called co-text is the set of words that surrounded the lexical item and usually effect on the meaning okay surrounding the codex has a strong effect on what do we think the word probably mean إذن السياق هو مجموعة من الكلمات التي تحيط بكلمة وهذه الكلمة مهمة جدا ودائما ودائما ما تكون هذه الكلمة صعبة يعني صعبة من حيث تحديد معناها وتؤثر في المعنى يعني في معنى الجملة فالسياق فالسياق هو الذي يحدد معنى هذه الكلمة إذن هي الكلمات المحيطة التي تحيط بهذه الكلمة التي تأتي قبل وبعد هذه الكلمة هذه الكلمات اللي تحدد لي معنى كلمة وهذه الكلمة لها تأثير في المعنى وصعبة يعني صعب تحديدها بسبب كثرة معانيها إذن هذه الكلمات تحددني هذا المعنى يسمونها context أو co text طيب إذا جينا على الموضوع الآخر اللي نفس يعني البارت الآخر من هذا الموضوع شنو الكلمات خارج السياق اللي يسمونها words out of the context أو خارج السياق طيب راح نعرف شنو الكلمات خارج السياق يعني الكلمات اللي هو مثل ما ذاكر هنا بالكلمات عفو بالكتاب يقول we identify the word as a homonym يعني homonym مثل الكلمات اللي لها نفس الرسم يعني نفس الكتابة نفس الكتابة ونفس اللفظ بس معاني مختلفة يعني مثل كلمة bang لها هواي معاني إذا جدت كواحدها إذن إذا الكلمة تجي كواحدها لها معاني مختلفة ما نقدر نحدد أي معنى أوكي بس لما تجي في جملة إحنا بهذه الجملة نقدر نحدد معنى هذه الكلمة شلون نحدد معنى هذه الكلمة من خلال السياق شنو السياق؟ السياق هي الكلمات اللي تتأتي قبل وبعد هذه الكلمة اللي نريد نحدد معناها وهي تحدد معنى هذا الكلمة لو نأخذ كلمة خارج السياق مثلاً عدنا كلمة شوف عدنا كلمة have the verb have يعني have إلها إذا جدتك ككلمة وحدها يعني ككلمة وحدها يسموها out of the context إذا جدتك ككلمة وحدها فإلها معاني هواية أوكي ممكن يجي معنى هؤون يعني يملك تعبر عن الملكية أو ممكن have تنطيني معنى eat يعني يأكل أو have ممكن تنطيني معنى spend يعني يقضي طيب هذه الكلمة هذه الكلمة لها معاني كثيرة هذه يسمونها out of the context خارج السياق ما نقدر نحدد أي معاني لأن تحتملوا هواية معاني طيب إذا هذه الكلمة دخلت بجمل أوكي إذن السياق context specifies meaning رح يحدد لي معناها أوكي مثلا I have a book هنا يا have يجي معناها بمعنى on أملك أوكي شون عرفت هنا يا on السياق هو اللي يحدد لي إذن السياق هو اللي يحدد معناها have هنا إذن هذه الكلمة هنا يسمونها in the context أوكي يعني words in the context هذه الكلمة خارج السياق ما نقدر نحدد معناها لها معاني هواي أوكي بس خارج داخل السياق هنا يجتني have حددتها من خلال السياق أو I have a breakfast at 8 a.m. every day إذن ال have جت هنا بمعنى eat أوكي السياق حدد لمعناها هنا هنا يهو السياق الكلمات اللي تحيط بهذه الكلمة اللي أعرف معناها اللي إلها تأثير على معنى الجملة أو I have a good time داخل السياق يعني داخل جملة والسياق هو يحدد معناها أوكي خارج السياق يعني لما تكون وحدها تحمل هواي معاني الكلمة باللغة الإنجليزية طيب المثال اللي هو ما أخذ هنا بالكتاب هو كلمة بنك بنك مثل ما هو ذاكر هنا طبعا هذا ملخص الشرح أنه يقول بنك إذا جتي ككلمة وحدها يعني خارج السياق out of the context أنه بنك ممكن تجين معناها financial institution يعني مؤسسة مالية اللي هي المصرف وكذلك البنك ممكن أن تجي the side of the river أوكي ضفة النهر إذن البنك إذا جتيك كلمة وحدها صاحب تحديد معناها أوكي لنحن ما نعرف أي بنك إحنا هذه البنك ممكن نكون financial institution outside river مثل ما ذاكر هو هذا الشرح إذن شنو راح يحددني معناها هذه الكلمة يحدد معناها اللي هو ال context إذن مثل ما ذاكر يقول she got شوف هذا المثال she got to get to the bank to withdraw some cash أوكي يعني راحة البنك to withdraw some cash حتسحب بعض الفلوس هنا يا بنك حددتها حددت معناها بداخل الجملة شلون حددت معناها هنا يا مؤسسة مالية أوكي شون قدر تحدد معناها هنا مصرف اللي حدد لي معناها هو ال context اللي هي الكلمات اللي تأتي قبل وبعد هذه الكلمة اللي هي withdraw some cash إذن أنه أنا عرفت هي راحة حتى تسحب فلوس أوكي إذن هذه الكلمات حددت معنا البنك هنا أوكي إحنا حتشينا على context وحشينا اللي هو codex وكذلك حشينا على إنه لما تكون الكلمة out of the context وin to the context راح نحشي عن type type of context عندنا أدواع ال context عندنا نوعا اللي هو هذا linguistic context اللي حشينا عليه هي الكلمات اللي تحيط بالكلمة ويتحدد معناها وعدنا النوع الآخر اللي هو يسمونه physical أوكي physical context physical context يعني معناته السياق المادي أوكي يعني شيء موجود في الواقع أو الطبيعة أوكي يعني شيء محسوس يمكن رؤيت كان يكون مبنى هنا هذا الشرح كله دايحشيلي على physical context يقول لي أنه مثلا إذا عندي بناية وهذه البناية يعني بناية والبناية مكتوب عليها كلمة مصرف أوكي هذا البناية مكتوب عليها مصرف هل أنه هذا يعني بنك لما أشوف كلمة بنك على بناية هل هذه البنك ممكن أن تعطيني معنى ضفة النهر لا ما ممكن أوكي إذن هذا البناية اللي هي physical context أوكي أثرت على فهمي لهذه الكلمة أنه هذه الكلمة مائلها غير معنى غير معنى المؤسسة المالية أوكي إذن هذه الكلمة عفو هذا physical context السياق المادي يعني هذه البناية أثرت على فهمنا لكلمة بنك اللي هو ما ما إلى غير تفسير غير مصرف هذا بكل بساطة اللي هو موضوع الـ context طبعا هذا الشرح هو ذاكر هذا الشرح هو دي يوضح لي أنه physical context ومطيني مثال أنه إذا شفنا مثل بناية وهذه البناية مكتوبة عليها وبعدين يقول أنه هذا يعني هذا الفيزيكال context الشيء المادي أو البناية أثرت على فهمنا وتفسيرنا لكلمة بنك اللي ما ممكن أن يكون معناها غير مصرف إذن هذا الفيزيكال الشيء المحسوس أو المادي أوكي الواقعي اللي موجود بالطبيعة أثر على فهمنا وتفسيرنا لهذه الكلمة إذن الـ context بيها اللي هو اللي هي الكلمات المحيطة بالكلمة وفيزيكال اللي هو ممكن شيء مادي يعني مثلا لما أشوف كتابة أو كلمة على مبنى من خلال هذا المبنى هذا الفيزيكال راح أحدد معنى هذه الكلمة That's all Thank you so much I hope that this explanation will be beneficial for you Thank you so much and goodbye